السامب الي بقى صلى الله رسول الله تكريم مسابقة الفيسبوك للمرة الاخيرة والمرة السابعين وبقولها كل مرة في التكريم حقienda مهمين رقم واحد المسابقة بتاعت الفيسبوك بتنزل كل يوم خميس سعة ساعة 12 على الصفحة الرسمية جيو ماجد امام فيسبوك و المسابقة بتاعت اليوتيوب بتنزل كل يوم اتنين على اليوتيوب الساعة 12 برضو بفضل ربنا علىальный قناة ماجد امام او جيو ماجد امام الرسمة بتاعتنا فملخص الكلام عندك فرصة مرتين تشوف مسابقتين يوم الاثنين والخميس ساعة تنشر الظهر او في اي وقت بعد اتناشر يعني فور فان دقيقة وبترجلك على المنهج وتكسب حاجة ممكن تتكرم معنا بحاجة يبقى بفصلك بحاجة وفي نفس الوقت كمان بديك عليها ايمة وبراجعلك الحاجة التالتة والاهم ركز معاي او التانية والاهم سوري ان الناس انا باخد كومنتات عشوائية مش مش مكان واحد فالناس اللي بتكرمتش نسا ما زعلش الاف الطلاب فضل ربنا متجاوب واحنا من الاول السنة بنكرم والاخرsite هزتكرم فيكون نصيبك في بعدهالي 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 في بعدهالي diaoser لا اتيقس يعني انا ربك كريم والمي звонته اكتر جهر transcendent مرا ومسابقته بتاعته غير العمره وغير تاعت كل اعتواق Wahl وغير اللي متحاني هو المسابقات الامتحان فكم شاء الله لا يناس يا الناس اللي بتكسب هتلاها يا رب اكسب المراة ده يحفروا كثير حاجة حاجة الثالثة والأهم، مكسابك الحقيقيه أنك تريد تحيل صحة أصلا، ومكسابك الحقيقيه أنك تلمي المادة وتلمي نفسك وتكون معي أول بول في الشرح والحل والتفاصيل والمراجعات والفارب وهكذا، أو أنت يا ظروفك؟ سمي الله صلى الله عليه وسلم يا الله بينا، هنا ركز معي بنختار بقى مسابقتنا، إلماس مثلا، لو كل الإجابات صح بتكتب سكب، أول واحدة خلاص، كله صح، لو في حاجة غلط فيه بتكتب إلماس مثلا، الغلط فيه رقم ثلاثة، رقم واحد وهكذا، اللي بعد كده حكم اللافقريات، لو كل المعلومات عنه صح بتكتب سكب، حكم الفقريات سكب، طيب لو في حاجة غلط بتكتب واحد غلط وهكذا، أنت بتكتب الغلط بس يعني، عندك واحد، اتنين، تلات تربعة خمسة، عند حضرتك خمس حاجات، بتكتب الغلط في كل حاجة، طيب الحاجة اللي مفاش غلط بتسيبها زي ما هي، فالحل على طولها عشان ما ضحش وقتك، سمي الله صلى الله رسول الله، إلماس حضرتك، يستخدم في صناعة رؤوس حفارات البترول، الكلام ده كله على المنهاك كله اللي بتابع أول بقى أول بقى، فهو مفيد للي مزاكت كويس، واللي مفيد برضو اللي بيعرفش، اعرف بعنوات جديدة بالنسبة لك، لو أنت مراكم يعني، سمي الله صلى الله رسول الله، المهم، أو ناسي تفتكر، إلماس يستخدم في رؤوس حفارات البترول، ده معلومة صحيحة وأنا أقل لكم عليها، تظهر في خاصية عرض الألوان، معلومة صحيحة أبقى تاني، أعلى المعادن الشائعة أو في الصلاة، أقوى الصلاة، أقوى المعادن في الصلاة، فعلا برضو معلومة صح في الباب التاني، فأنت هتكتب إلماس سكيمب، كله صح، ما فيش حال غلط، ما نسكتش عليه حاجة، أنا ما نسكتش عليه حاجة، كله صح يا بش، رجل رجل دغل، رجل صح، ما فيش ح حقب اللافقريات، حقب اللافقريات، اللي هو حقب الحياة القديمة، اللي كان كان بلوقف فيه سلوري ليفوني كربوني برب، سامل الله صلى الله coll curriculum، تكونت في طبقات الملحة هوت، والفحم، صح، بدأ منذ 540 مليون سنة، صح، شهد بداية الفقريات وانتشار اللافقريات، بك از معاه، صح، طيب شهد بداية الفقرات في إيه؟ في بداية الأسماك، في السلوري؟ ما هي الأسماك؟ بداية الفقريات، الفقريات يبقى هو حقب اللافقريات وشهد بداية الفقريات عادي طب يجيوا لما كان في فقريات ليه سموه اللافقريات برضو عشان ده كان السائد اللافقريات المنتشر اللافقريات انتشرت في اللافقريات وهكذا دي كانت لسه بتبدأ فيه شرح وحل هوا ركز معي فكله صح برضو فهكتب سكب فالق دسر يصاح بالحركات البانية الثلاثة للجبال صح اللي هو فالق زي بيقوله قليلة وإزاحة جانبية كبيرة زوميل كبير وإزاحة قليلة غلط بالعكس زوميل قليل وإزاحة كبيرة منه قليل يبقى دي غلط يبقى هكتب فالق دسر مش هكتب سكب بقى هكتب رقم اتنين غلط يصاحبه هتكرار رأسي في الطبقات الفوالي المعكوسة اللي هو منهم بيصاحبه وتكرار رأسي في الطبقات البازل غنب عناصر الماج كافي الناس طلابي فاهمين فاهمين ما هو ده لازم دي طلابي قلوب كتير كده اللي احنا كنا علمناها اللي هو ايه ماج كافي كارين مغنيسيوم وكالسيوم وركز معاه يا بركك وحديد كنا منركزينها في كلمة ماج كافي فهو غنب العناصر دي عشان قاعد صح نسيجه دقيق بديك دقيق نسيجه دقيق صح دقيق أو زجاجة يحتوي على ست فصائل معدنية لا باشا البازلت حضرتك ده صخر قاعدي يحتوي على فصائل اقل من كده لاكوليس قد تكون تكون او تكون نسبة السيليكا فيها 66% اللاكولايس او اللاكوليس ركز معايا اللاكولايس او ي Having woodwork اللاكولايس بتكون عالية اللزوجة فعالية اللزوجة لصخر حمضي غالبا بيكون السلسل كافئة اكبر بستوستين في المية حمضي متداخل غريبا بيكون ما يكرو جرونيت كمان قاعد يو صاحب الحركة اليروجينية ركز الله يبارك لك من اليروجينية دي..اليروجينية اللا هيا الحركة البنية سلاحسل الجبال بيكون فيها تداخل للصهارة بتعمل لك بقى أشكال متداخلة وبتعمل لك حاجات كتير جداً وبتعمل لك بقى بص ركز معاك ديك أشكال نارية متداخلة وسطحية لكن بدي لكش جوفية أما البنية الكارات دي المؤدبة لا بتعمل تداخل بقى ولا تكسير ولا صاحبها نصات بركاني ولا أي حاجة خار فبتكون فعلاً يقضي وصاحب الحركة البنية السلسل للجبال صح هو كل أشكال متداخلة ناسيجه فقاعي غلط الليكولايز ده صخري متداخل ناسيجه بروفيري من ناسيجه فقاعي أو اسفينجي اسبونش بومبو اسفينجي ما هو اسفينجي هو فقاعي ركز ده بيكون البيوميس ركز يا مالله يا بريك لك بك هذا الإجابات من الآخر سمي الله صلى الله عليه وسلم لله الأولى كله صح سكيب التانية صح سكيب التالتة التانية غلط أهو الرابعة التالتة غلط الخامسة التالتة خطأ انا بقردك اول واحد بس انتعرف الحل حل ازاي اقرب حد اهو اول حد نرهان السيد محمود وهو يا رب يكون ليه نصيب المراد بتعافر من كترعات اهو جالها يوم اتكرر انت كمان عافر حلمك استهل وتكرمك استهل المشكلة يعني افضل كابل يوسف الخطيب سيف الرحمن محمد احمد صلاح الدين احمد حلمي طبع شاء الله كاتب اسمه كله احلى سيف الرحمن ها سلمة عبد الرازق علي ابا نوب لويس محمد اسماعيل بن حبك اجيو وانا كمان قلوب كترع محمد مناط الله علي احمد رضوة احمد محمد اروة محمد عبد المالك كنزي محمود محمد عبد الحليم مرولا ملاك مولس عافر حلمك استهل فين يا ابن اسمك يا بنت يا اه يا صلاح شكرا يا جيل تعبك معنا شكرا لكم لكم حبيبي اسماء مبارز عبد الرحمن مازن محمد نبيه حسن عصام حسن يا ربك سب المرة دي بس او كسبت يا حسن بريم ناصر علي احمد محمد سلامة مرواني السيد محمد زينب محمد ناصر يا ربك سب المرة يوسف ياسر عبد الحميد خلص ده الناس دي بفضل ربنا هتوصل مع التيم هم عارفين على تليجرام او الخط الساخن رون عليهم وهديتك هتوصلك اي ان كان هي ايه هتوصلك لحد الباب ايدي شكرا لكم حبيبي واشوفكم على خير بتركيز في حصص جديدة ومسابقات علمية فكاهية بس علمية تلخصية مراجعية جديدة ومفيدة ربنا يرضيك ورضيك وربنا ناصر وماركو سعيد لكم ححنا كفرجوا منكم امين امين رب العالمين ورزيكم الرشد ورشاد امين رب العالمين هو هتنسى الاخر لحظة عافر فرحة اهلك تستهل عافر رضى ربك عنك ورضاك عن نفسك استهل عافر عربيتك تستهل سلام